حزمة من القرارات والإجراءات بحسب مراقبين هي الأقوى منذ عام 2003 في العراق صوت عليها البرلمان العراقي تهدف إلى تهدئة المتظاهرين وتخفيف الاحتقان في الشارع لسيما وأن أغلبها جاء متناغما مع الشعارات التي رفعها المتظاهرون خلال احتجاجاتهم التي انطلقت في الأول من الشهر الحالي في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية ومن بين أهم القرارات التي تم اتخاذها إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والمناصب الكبرى في البلاد وقرارات أخرى لا تقل أهمية أطلب من المجلس التصويت على القرار التالي إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين من نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين والمحافظين بالإضافة إلى السلطة القضائية بشقيها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ابتداء من تاريخ التصويت على هذا القرار أطلب من المجلس التصويت من جهته أعلن السعد الحديثي الناتق الرسمي باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أن الأخير لديه قائمة بتغيير بعض الوزراء سيتم تقديمها إلى البرلمان بمجرد عقده بنصاب قانوني أما المحكمة الاتحادية العليا فقد قضت بعدم خضوع توزيع المناسب وفق قرارات المحاصصة بحسب المتحدث باسم المحكمة إياس السامو تجد المحكمة الاتحادية العليا أن قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في أجهزة الدولة وفق استحقاقها والآخر لا سند له من الدستور محللون قالوا أن البرلمان هو بيت الشعب وهو أعلى سلطة شريعية في البلاد وبالتالي فإن أي قانون يشرعه أو قرار يتخذه قانوني وملزم للحكومة التي بات يتعين عليها تنفيذ كل ما يصدر عن البرلمان بالسرعة الممكنة